السلام عليكم ورحمة الله عدد المحافظات التي أعلن تأجيل امتحانات الدور الثاني للمراحل الغير المنتهية هي النجف الأشرف وكربلاء المقدسة وذيقار وواسط والمثنى وكذلك محافظة الديوانية لكن محافظة الديوانية صاح تعطل الدوام الرسمي يوم الأربعة والخميس باستثناء طلبة المدارس يعني المدارس يروحون يمتحنون دور الثاني ما عدهم عطلة فقط وين فقط المحافظة الديوانية أما بقية المحافظات لا عدهم عطلة حتى المدارس تأجلت امتحاناتهم يعني ساعدنا النجف الأشرف تأجلت امتحاناتهم من السبيت الحد الثنين الكربلاء من السبيت الحد يوم الأربعة 21 تسعة ذيقار من الثلاثة 13 تسعة الحد يوم الثنين 19 تسعة واسط من الثلاثة 13 تسعة الحد الأسبوع المقبل المثنى من يوم الأحد الدعش تسعة الحد الأسبوع المقبل يلا يدامون لكن فقط محافظة الديوانية عدهم عطلة الأربعة والخميس باستثناء طلبة المدارس المدارس ترى يمتحنون دور ثاني أهل الدور ثاني يمتحنون معدهم عطلة وين فقط محافظة الديوانية